تحياتي ومساق الخير على حضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم وسام شرف طبعا كلنا عارفين أن مرحلة ما بعد المدرسة مرحلة فيها كتير من القلق والتردد سواء لأننا دخلنا على مرحلة جديدة مختلفة عن حياتنا السابقة أو خاصة كمان لأننا بنبقى لسه مش فاهمين ممكن نبدأها ازاي مرحلة جديدة عايزين نبدأها بفترة كويسة وعلاقات كويسة ومهام كويسة مرحلة الجامعة أو سنة أولى جامعة زي ما بنسميها مرحلة بتفرق كتير في حياتنا ويبني عليها السنين اللي بعدها النهاردة تحديدا هنتكلم عن الطلبة اللي نوية تدخل كلية الحقوق أو زي ما بنسميها كلية العظماء النهاردة معلومات كتير وتفاصيل كتير مع ضفنا الدكتور محمد صبحي خبير التدريس في مواد الاقتصاد والقانون بكليات الحقوق عربي وانجليزي وحاصل على لصانس الحقوق جامعة طنطة عام 2007 وحاصل على ماجستير القانون العام عام 2009 وأيضا لديه خبرة عملية في المحاكم المدنية والجنائية لمدة تزيد عن 12 سنة أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بيك أهلا بيك سعيد طبعا أنا معكم النهاردة وبشكركم على صدفتكم وبشكركم على المجهود الجميلة اللي أنتم عاملينه ده وإن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله نحن صعداء أكتر بحضرتك ربنا يخليك ربنا يخلي حضرتك ممكن يا دكتور تشرح لنا تفاصيل أكتر عن كلية الحقوق وإيه الفرق بين مرحلة الجامعة والمرحلة يعني بعد مرحلة السنوية والمرحلة الجامعية طبعا خلينا نبدأ كلامنا الأول من تصحيح معلومة بسيطة كده لمواظم الناس بيقع فيها خطأ مواظم الناس بيقع فيه مواظم الناس يقول إن السنوية العامة هي نهاية المطاف وهي المستقبل وبنسمع عن طلبة انتحرت بعدما ما ربنا ما وفقهاش في سنوية عامة ما ما جابش مجموع الحقيقة أنا ليه وجهة نظر تانية خالص إن لو هنتكلم عن المستقبل فهنتكلم عن الكلية إن الكلية هي اللي هتهيأ الطالب وهتأهله لسوق العمل أنا ونطلع من سنوية عامة كل الطلبة درسة نفس المنهج نفس المكرر امتحنت نفس الامتحان مفيش أي مجالة تمييز طالب عن طلب إلا التقدير والمجموع مفيش أكتر من كده مفيش مجالات عمل مطلع عماش مجالات عمل من السنوية العامة إنما بعد الطالب ما بيخلص السنوية العامة بيدخل بعد كده إلا إلا نفسه بدأ المكان كله ماشي في طريق واحد بيتفاجئ إن هو قدامه أكتر من طريق يا طرى أنا هدخل صيدالة ولا هندسة ولا طب ولا حقوق ولا أداب وإن لي يفرق من دول وأسئلة كتير جدا وبيبقى الطالب يعني شايف إنه هو بيخد خطوة مهمة جدا في حياته الآن الآن جدا بس مفيش مشلاقي اللي يجي يديله المصيحة أو يواجهه وبالتالي لو كنا من حيث المبدأ لازم نكون عارفين أو الطالب عارف إن هو وبيتكلم عن المستقبل هو بيتكلم عن مرحلة الجامعة مش مرحلة السنوي أو بشكل آخر نقدر بمعنى آخر نقدر نقول إن في ناس كتير جدا جابت مجميع عالية في السنوية العامة لكن ربنا ما وفقهاش في الجامعة أو العكس وناس ما جابتش كانت مرحلة السنوية العامة بالنسبة لها مش موفقة لكن بعد كده ربنا كرمه واختار المجال اللي هو بيحبه في الكلية اختار كلية اللي هو بيحبها وربنا وفقه واكتهت فيها وطلع اشتغل فيه الشغلان اللي هو بيحبها وبالتالي نقدر نقول إن فيه فرق جبير جدا طبعا من مرحلة التعليم الجامعي والتعليم السنوي إن التعليم الجامعي هو الأساس هو الفيصل هو اللي بيأهلني بعد كده ليه سوق العمل أو هنأدخل ليه سواء كان كلية حقوق أو كلية أداب أو كل كليات نرفض طبعا كمان من هنا وبنقول لكل الناس ما فيش حاجة اسمها كليات قمة ولغية نظر الشخصية وناس كتير بتوافقني في الرأي دوت مش حاجة اسمها كليات قمة فيه كليات أنا بحبها فيه هدف طبعا فيه كليات أنا بحبها داخلها وعندي هدف إن أنا أتميز فيها مظهور هو ده الكلية هتبقى بالنسبة لي كلية قمة لكن ممكن ندخل كلية من كليات القمة سواء طبق أو صيدلاء أو هندسة من الكليات ديات ويبقاش موفق فيه إذن المقياس مش مقياس الكليات القمة أو عدم كليات القمة المقياس إنه أنت في مرحلة التعليم الجامعي لازم تحدد هدف قدامك ولازم تستفيد من خبرة أي حد قبلك هتدخل كلية حقوق اسأله عن كلية حقوق هتدخل كلية طب هتدخل اسأله عن كلية طب قبل ما تدخل للمجال ده ميش يا دكتور ممكن تقول لنا أكتر تفاصيل عن كلية الحقوق وإيه مجالات الشغل بعد كده وهل فعلا حقوق صعبة زي ما معظم الناس بتقول سؤال جميل والله الحقيقة طبعا لو هنتكلم عن كلية حقوق طبعا هو الاسم الدارك بتاعها أو الاسم الشائع ما بين الناس هي كلية العظماء طبعا فأنا حابب أقول وجهة نظري في سبب تسمية كلية العظماء يعني ناس طبعا بتعتقد أن كلية العظماء لأن كتير جدا من قادة على مستوى العالم ومستوى مصر وبلدنا بيدرسوا قانون وخارجون كلية حقوق أو زي ما كانت اسمها مدرسة القانون وما إلى ذلك لكن أنا وجهة نظر الشخصية كلية حقوق يعني لو أنا هختار حاجة واحدة فعلا بتتميز بها كلية الحقوق عن أي كلية تانية كلية الحقوق بتعلم الشخص إزاي ياخد القرار يعني أي شخص فينا بيعيش بيتعرض لمواقف كتير جدا في مختلف حياة وفي التعليمية في كل حاجة كلية حقوق أو الدرس القانون لما بيدخلها بيتعلم إزاي ياخد القرار السليم في الجزئية دي أو أي موقف أو ستيشها هتحط فيه تمام؟ فده بالنسبة لي لو هنتكلم عن كلية الحقوق من حيث تسميتها ككلية عظامة مجالاتها حدس ولا حرج من أكتر الكليات اللي لها مجالات ومجالات كلها يعني بمثابة أحلام لأي شاب يعني لو هنتكلم مثلا أنا كون مستشار في هيئة قضائية في أحد الهيئات القضائية مفيش حد أكيد ما يتمناش يبقى مستشار في هيئة قضائية من الهيئاته طبعا وظائف كلها مرموكة أي حد يتمنى يبقى فوظيفة زي دي طبعا عائد مدي ممتاز ووضع اجتماعي ممتاز حصنات تمام كل دوت لازم هتبقى من حقوق إنك تبقى محامي مشهور تدفع عن الناس وتجيب حقوقهم طبعا إنك تبقى مدرس قانون في أحد الجماعات إن حدك تكون قضو شؤون قانونية شؤون قانونية في كل الهيئات حاجة لغنى عنها في أي هيئة لغنى عنها في أي هيئة سواء حكومية أو غير حكومية شؤون قانونية بيطبق اللايحة بتاعة العمل بيجاز الموظفين أو بيعمل على تطبيق ويقدر كمان يلتحك بالسلك الدبلوماسي والخارجية حاجات كتير مجالات كتير لكن الحقيقة في السؤال الجميل دوت وقبل ما انتقل لنقطة الصعوبة برضو لأن هي نقطة مهمة أنا حابب أأكد على نقطة برضو هنا لازم الشخص يكون إيجابي يعني ما ينظرش للمجالات اللي أنا قلتها دي بيعتبرها إن هي أحلام بعيدة المنائل طبعا وما يسمعش الحد يحبطه طبعا لازم يكون إيجابي بيفكر إيجابي ويشوف قدامه النماذج اللي حلمت بحلمه معين واكتهدت عشان توصله بالفعل ربنا كرامها هو وصل إليه نقطة بقى بالنسبة لطبيعة كلية الحقوق أو الشائع عنها إن هي كلية صعبة الحقيقة نقدر نقول إن كلية الحقوق يعني هي كلية طبعا مش سهلة بس برضو مش بالصعوبة اللي الناس بتصورها لو هنلخص فكرة الصعوبة فكرة الصعوبة إن كامل مواد إلى حد ما خصوصا في السنوات الأخيرة في الدراسة الثالثة ورابعة يعني الليسانس وكده دول بتبقى الكم كبير يعني كامل مواد كبير مش سهل إن طالب يحصله وأنا وجهة نظر الشخصية إن بيكون الوسيلة لتحصيل الجزء ده هو اعتماد الطالب على الفهم إلى جانب الحفظ ما يسمعش إن أي حد يقوله حقوق حفظ حقوق حفظ حقوق حفظ الناس فعلا كتير بتقول كده للأسف لو جينا نتكلم إن كل مجالات الكلية ما فيهاش حفظ إنت لما هتقف قدام سيادتك لو هتخدم بلدك في عطاك محامي هتقف تتكلم مع هيئة محكمة إنت مش هتقف مسك ورق أو تقرأ منه أنا مش طالع بيكلم حضرتك دلوقتي ولا حضرتك بيتكلمي دلوقتي معك ورق بتكراي منها أنا لازم يكون عندي طريقة الإلقاء بتاع الكلام ده وبالتالي أنا هاخد الموضوع كأنه حفظ يبقى أنا بصعب الأمور على نفسي دخلت جانب الفهم في الموضوع لا يبقى أنا بسهل الأمور على نفسي وقدر الإمكان هيلاقي إن الصعوبة اللي الناس بتتكلم عنها بتتلاشى شيئا فشيئا لحد ما يحس الموضوع ممتع بالنسبة له بالنسبة له حاجة عادية يعني طبعا 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 طيب يا دكتور للطالبة اللي نوية تدخل كوليد حقوق بس محتارة بين حقوق إنجلش وحقوق عربي إيه الأفضل وإيه الفرق ما بينهم طبعا بالنسبة لكوليد حقوق عربي وإنجلش حابب الأول يعني ألفت نظر كل طالب أو كل شخص دلوقتي بيفكر أنه يلطحك كوليد حقوق لحاجة حداك لازم يكون عايف أنت وانت داخل كوليد حقوق أصل تعمليه أصلا يعني أنت إيه هدفك من كوليد الحقوق بالضبط هدف حداك من كوليد الحقوق باختصار من وجهة نظر الشخصية لازم يكون هدفك أنك توصل لأعلى درجة أو أعلى تأدير إذن أنا داخل حقوق سواء عربي أو إنجلش يبقى أنا داخل أنا عاوز المكان اللي خليني أخذ الليصانس بتاعي شهادة الليصانس بتاعي بتاعي أعلى تأدير يفتح لي كل المجالات اللي أنا اتكلمت عنها من شوية دير مش مجرد أن أنا طالب داخل كده وخلاص بالضبط مجرد أربع سنين وخلاص لا طبعا وبالتالي لو حطيت دفع اعتباري وأنا بختار ما بين حقوق عربي وحقوق إنجلش أنا وجهة نظر الشخصية أن حقوق إنجلش هتكون أفضل وأسهل للحصول على التأدير ليه؟ ليه؟ هولا حضرت بالنسبة للدراسة في كليات الحقوق العربي والإنجلش المقررات بتاعتنا ما بتبقاش كلها إنجلش ولا كلها عربي بمعنى بمعنى أن حقوق إنجلش وهو بيدرس هيلاقي في مواد بيدرسها بالكامل بالعربي زي حقوق عربي بالضبط ودي ما فيهاش أي مشاكل لكن في مواد تانية بتدرس باللغة الإنجليزية نفس المادة اللي بتدرس عنده باللغة الإنجليزية بتدرس في عربي باللغة العربية على سبيل المثال مادة الشريعة الإسلامية دي مادة بتدرس باللغة العربية في عربي واللغة العربية في إنجلش فيش أي فرق لك لما نجي نتكلم عن مادة زي مادة الاقتصاد مثلا في سنة أولى بناخد الاقتصاد السياسي في قول عربي تمام؟ تمام في إنجليش بناخد بناخد نفس المنهج بس بناخد بلوتيكالإيكونومي ده بالنسبة لنا طيب هتفرق في إيه مع طالب إنجليش؟ ليه هتبقى هنا أسهل؟ الدكتور اللي بيشرح أو الأستاذ اللي بيشرح عارف إن دي لغة أجنبية بالنسبة له وبالنسبة للطالب فبيحاول يدي كم أقل قدر الإمكان المكرر نفسه بيكون بسيط شوية إنما اللي بيشرح باللغة الأم بيشرح باسترسال وعارف إن الموضوع بيبقى سهل على الطالب فبيلاقي كم كبير جدا وبيكرر في الامتحان بقى المنهج كله؟ بالزبط وفي الآخر التحصيل هو هو تقريبا أو نسبة قرية لكن هنيجي نتكلم في لقطة الامتحان أنا كطالب هقف قدام المنهج والمكرر في النحيتين هلاقي قدامي في الجزء العربي كتاب 500-600 ورقة محتاج إن أنا أكون ملخصهم كلهم أو عارفهم كلهم عشان أدخل مفقتش درجات وصدفهم باللغة الإنجليزية 150-200 ورقة ماكسما يبقى الأفضل لي أكيد اللغة الإنجليزية خصوصا إن في بقية المواد كمان أو بقية المواد كمان بناخدها باللغة العربية يعني مش هتدخل شبح بقى اللي هو داخل إنجليش وكده وأنا مستوية وبالمناسبة ناس كتير جدا بتتعامل من منطق اللي هو طبعا أنا مستوية مش كويس في الإنجليش هل يا ترى كلية حقوق هتبقى مناسبة بالنسبة لي حقوق إنجليش؟ النقطة مهمة يا دكتور هل ده فعلا ليه عامل؟ أم لازم يكون بروفاشنا في الإنجليش هشتدخل خصم إنجليزي؟ لا 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 طبعا لأ طبعا لأ طبعا لأ لأن يعني الموضوع مش محتاج أنت مش هتدخل تمتحن في الجرامرين وشكوليت ألسن وبعدين المكرر بيبقى موجود معك بالنسبة لك وشوية في شوية بقى مع التعاود مع الإنجليش هيبدأ قدرتك على الاستيعاب حتى هتزيد حتى مع الكم القلية ولازم كمان الطالب ما يتعاملش مع مشكلته مع الإنجليش إن هيعها مستدمة يعني مش هتخف منها لأ ما هو يعني يتعامل مع إن دي مشكلة إن هو عنده مشكلة في الإنجليش بتاعه لازم لازم يعالجه لازم يعالجه أنت في مرحلة تعليم جميع أنت خلاص أنت خلال سنين قليلة هتبقى في سوق العمل وهترجع تبحث عن موظيفة كويسة مضبوط هتبحث عن موظيفة كويسة زمين هوافلك بموظيفة كويسة وأنت ما عندكش إنجليش فده طبعا قطعا أنا أفضل قليلة حقوق إنجليش طبعا لو فيه اختيار كون إن فيه مصاريف زيادة أو كده ده بحسب رغبة الطالب لكن أنا لو هتكلم بشكل يعني محدد مين فيه موصلني له على تقدير لا طبعا حقوق إنجليش ولا شكل إنجليش مميزاتها أكتر طبعا 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 ممكن تفتح له حتى مجالات تانية حاجات كتير لا أفضل في سوق العمل أيوة طبعا أفضل أفضل طبعا وفي الدراسة ده اللي يهميني في الدراسة بتحصيل أعلى درجات هو ده اللي يهميني هتكون أفضل بكتير طبعا طيب يا دكتور ممكن تقول لنا إيه أسرار التفوق والنجاح والطلبة اللي بترتب على دفعتها دي بيعملوها إزاي؟ الحقيقة الفترة اللي فاتت طبعا يعني يعني مطلعين طايتل كده بالنسبة للطلبة اللي بتكتهد بسمينهم يهود الدفعة وأنا الحقيقة طبعا يعني برغبة حفظي طبعا على الموضوع ده وتأنا عاوز أوضح الأول إن مش عيب أبدا إن طالب يكتهد ومش عيب إن طالب يسعى إن هو زي ما بنقول بالبلد كده يعني داري على شمعتك مش عيب أبدا بل بالعكس إن ده بيكون حافز النهاردة للطالب إن أو إن الطالب دوت لما يدخل يعني يكتهد ويعمل اللي عليه مش مطالب إن هو يطلع يقول للناس كلها أنا أنا بذاكر مش مطالب إنه يطلع يقول للناس كلها أنا بعمل طيب ده بالنسبة للنقطة الأولى اللي هو حابب بسمة يعني أصلح فكرة أو مفهوم يهود الدفعة مش عكس ما يقول الدفعة دي ناس عارفة مصلحتها دي ناس دخل كلية الحقوق وعندها هدف عندها تارجت معين دماغها ما بتروحش بيد عنه الهدف طبعا بيفرق طبعا طبعا وبالتالي خلينا نتكلم عن بعض الأسرار من الحياة العملية اللي أنا شفتها الطالب اللي بيطفوق وبيرتب على دفعيته ده بيعمل ليه لأن دي نقطة مهمة وإن كان يعني مش هنقدر يعني نجملها كلها في الحالة بس هنتكلم عن بعض النقاط الهم أول حاجة فيهم وأهم حاجة إن الطالب ما بيضيعش وقت بمعنى بمعنى إنه بيدخل كلية الحقوق وهو عارف وداخل كلية إيه عارف الدراسة فيها إزاي عنده فكرة عن المواد في حد سابق منه سواء من الأسرة بتاعته لو كان حد عنده في الأسرة بتاعته في كلية حقوق فبيفهمه وبيعلمه سواء إنه استفاد من خبرة حد تاني ليه حد سابق ليه زميل والده أو أي حد من العيلة عنده حد ليه خبرة في المجال بالضبط بيشور عليه بيقوله والله إيه نظام كلية الحقوق والله المواد عندك كذا كذا وخد الكتاب ده إقراه وخد عنه فكرة ليه أنا بتكلم عن النقطة دي بشكل مبدئي وشكل أساسي هركز عليها النقطة كبيرة جدا هي أساسا تقريبا موضوع الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه إن الطالب طالع من سنوية عامة ما عندهش فكرة عن الجامعة طالع واخد على إن هو هيقعد يزاكر وطول السنة دروس ويجي في الآخر في آخر السنة يمتحن سنوية عامة واللي امتحن والمنهج كل واحد لا طبعا مرحلة جديدة مرحلة جديدة ومختلفة إنت بتدخل كلية الحقوق يعني إحنا دلوقتي في فترة التنسيق تمام الحكاية كلها شهرين أو تلاتة هيكون عملية التنسيق انتهت وكل طالب تساكن في الكليات اللي هو اختارها وفجأة هتلاقي على شهر يناير أو آخر ديسمبر هتلاقي امتحن الترم أو قبل كده في الميت ترم في الكليات اللي بتعمل الميت ترم الوقت ما فيه بالضبط فبيفجأ للأسف الشديد بنجد أن طالب عالي جدا ومستوى عالي جدا ولكن اتفاجئ اتفاجئ ده خلق نفسه جوه الامتحان ده خلق نفسه في وش الامتحان بالضبط ملاحقش يكون جاهز زميله اللي بدأ يجهز قبل كده طبعا دخل الامتحان اجهز منه لحق يحصل المنهج بتاعه اتعامل مع الامتحان بشكل منطقي وبشكل واقعي قدر يحصل اكبر تقديراته وبالتالي خط خطوة خط خطوة والسبق هنا مهم جدا عامل خطة مش عليها عامل خطة عامل بلاي معين داخل عليها طبقها واداته للنجاح طبعا وبأكد على النقطة دي لان نقطة مهمة جدا وان كنا بنتكلم عن كليات الحقوق وعن مجالاتها تحديدا يعني في ميزة في دراسة كليات الحقوق مهمة جدا بالنسبة لأي طالب فعلا طلع مش موفق من مرحلة التعليم السنوي او من اي مرحلة تانية هي ان دخولك لكلية الحقوق وما قبلها من السنوية العامة مفيش افضلية لطالب عن طالب محدش درس قانون قبل كده انت في كليتك انت لها تدرس كمية درستها قبل كده ولا رياضة ولا اي حاجة من المواد اللي انت درستها داخل مرحلة جديدة بداية جديدة صفحة جديدة ما تستسلمش ما تقولش ان داخل مثلا مع زميلي الدحاح مثلا هو جايب كم وتسعين في المية وانا جايب ستين سبعين في المية مفيش امل لا الامل موجود ودي نصيحة برضو من النصيحة اللي احنا بنوجهها لهم وان كنا بنتكلم دلوقتي عن نقطة بتاعة الاسرار بالنسبة للطالب كمان المجتهد او بالنسبة للطالب اللي عاوز يعمل حاجة الطالب اللي لازم يكون عامده اسرار وليازم يكون مركز في اللي هو بيعمله ما يلتفتش لاي حد هيديله طاقة سلبية في الموضوع او لا طبعا لان فيه ناس فعلا بتعمل ده كتير او بيبقى ليها تجارب سيئة او محبطين من مواقف سابقة فبيبدأهم حد بيسألهم على حاجة بيدولوا خبرة سيئة فممكن يعني لو ليه مستقبل في الكلية دي ممكن ينصرف عنها طبعا طبعا دي من اخطر النقاط اللي احنا ممكن نقف عندها يعني وده اللي بيميز طالب عن طالب فيه طالب داخل لسه بيجرب وما فيش وقت للتجربة لان احنا التقدير بيتحسب على مدار اربع سنين تراكمي وبالتالي انت اي ترمي هتتهز فيه او اي ترمي هتنقص فيه ولو كان اول ترمي لك في الكلية فبالتالي ده اكيد هيؤثر عليك اللي باقي ترمي هو مش نهاية الكل برضو بس هتحتاج ان انت تبزل مجهود مضاعف في اللي جاي عشان تعدل طب لو انا في ايدي من الاول ان انا كنت داخل على خطة معينة وداخل عندي خبرة معينة في الموضوع عارف انا هزاكر ايه عارف الامتحانات هتيجي امتى عارف الامتحانات هتيجي ازاي وده ونقطة مهمة كمان جدا 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 طريقة الاجابة في الكلية تختلف تماما 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 عن طريقة الاجابة في السنوي يعني الطالب النهاردة هيطلع مثلا من امتحان البوكلات او بيمتحن على التاب أو ما الا ذلك على الانظمة اللي بتتعدد طيب يا دكتور معليش تقدر تقول لنا يعني ايه يعني الاجابات اللي تقدر ياخد الطالب عليها مثلا درجات كويسة أو كراسة الإجابة دي ممكن ينظموها بشكل عامل إزاي بحيث أن هي تفرق أو تلفت نظر المصحح أو اللي بيعلم ورقة الإجابة دي أنه هو يعرف أن الطالب ده كويس ورقته منظمة ممكن يستاهل الدرجة لنا دي هالو دي ولا لا طبعا نقطة مهمة جدا حضرتك يعني أسرتيها والموضوع برضو مش هقدر أجمله في دقايق معدودة الموضوع هيبقى محتاج فترة أكبر ولكني خليني أركز على نقطة برضو في السؤال بتاع حضرتك اللي هو ما فيش طريقة محددة للإجابة ليه؟ لأن كل مادة لها طريقة إجابة كل أستاذ مادة وكل دكتور مادة بيدرس المقرر الفاينل بتاعه بيبقى بطريقة معينة إذن خلينا نركز على نقطة مهمة قبل ما نيجي نتكلم عن نقطة كراسة الإجابة هي المحاضرات ما ينفعش الطالب النهاردة يدخل على حد مثلا يقول له لأ المحاضرات مش مهمة وكتاب الكليه مش مهم لما محاضرات الكليه مش مهمة وكتاب الكليه مش مهم أمال مين المهم؟ بالعكس أن المهم بتاعي هو دكتور وأستاذ المادة اللي أنا داخل أمتحن معاه لازم يكون مركز معاه دقيقة بدقيقة صح مزبوط عشان هو اللي هيحدد لي شكل امتحاني هيبقى عامل إزاي؟ على سبيل المثال عشان برضو نبقى حاولنا نوضح للناس الفكرة على سبيل المثال فيه أستاذ مادة بيدخل يقول مثلا طريقة الإجابة بتاعته مثلا صح أو خطأ سواء عربي أو إنجلش تمام كده صحح العبارة دي يعني حد أقصى خمس سطور حد أقصى ثلاث سطور إذن هي مسج من الدكتور بوضوح أنا عاوز إجابة محددة اديني الإجابة اللي أنا عاوزها بزفط إجابة السؤال ده مباشرة شكل مباشر مش عاوز أي مقدمات ولا أي حاجة في دكتور تاني لأ بيجيب شكل السؤال أكتب ما تعرفه عنه ده محتاج كلام كتير بقى اشرح بالتفصيل صح ده ليه طريقة تانية خالص صح مش هيبقى مثلا اشرح بالتفصيل وفي كتاب الدكتور أربعين ورقة وانا مجاوبه في صفحتين يبقى أنا لدكتور مش هو لدكتور أيوة طبعا ده حاجات كتير جدا يعني طبعا الخط مش شرط ان يكون الخط حلوة وجميلة المهم ان يكون الخط منظم مقروق اللي بيكتب بيكتب مركز يراعي التناصق في الورقة يعني ما يجيش في أول سؤال يكتب فيه خمس ست سبع صفحات ويجي في سؤال تاني يكتب فيه صفحتين أو صفحة أو نص صفحة أو نص صفحة أو مش كاتبه خالص ويجي يسأل عن التأدير لا طبعا دي وفيه حاجات كتير جدا لكن خلينا نقول ان فيه سر مهم هنا ان الطالب لازم يتمرن على الامتحان قبل ما يدخل يعني الطالب ما ينفعشي النهاردة يكون أول استضام ليه بامتحان الفاينال بتاعه هو الفاينال نفسه لا يكون أخد قبل كده امتحانات حد ساعده ان ادلو نمازج للأسئلة جاب أسئلة السنين السابقة اتمرن عليها فبالتالي داخل للفاينال وهو رادي وجاهز تمام يا دكتور انا حقيقة شرفت بلقاء حضرتك جدا النهاردة بسير رب العالم وان شاء الله يبقى لينا لقاءات جاية كتير ان شاء الله واتمنى ان كل الطلبة اللي شايفت الحلقة النهاردة اول لسه هتشوفها تكون استفيدت من النصائح اللي حضرتك قلتها والخبرات من خبرة حضرتك ومن واقع خبرة حضرتك يكونوا استفيدوا من حاجة زي دي ومن الكلام اللي قلته حضرتك النهاردة وان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية نفيد بيها طلبة اكتر ونسأل اسئلة تانية ان شاء الله باذن الله طبعا انا بتمنى لحضرتك التوفيق طب حضرتك حيب تقول كلمة اخيرة للطلبة او تنصحهم نصيحة اخيرة مهمة ليهم للناس اللي تدخل كلية حقوق تمام هو الحقيقة لو يعني بشكل شخصي انا بكلم كل طالب دلوقتي داخل كلية حقوق او اخذ قرار ان هو يدخل كلية حقوق انا هتكلم انا شخصيا عن تجربة شخصية اللي هي انا ما كنتش من اوائل السنوية العامة ولا حاجة انا كنت جايب 71% حاجة كده تقدير بالنسبالي او سنوية يعني درجات في السنوية العامة ما تقولش ان انا راجل متفوق او كده دخلت في الاول كلية ما يعني ما كملتش فيها ما حستش نفسي في الكلية ديت لكني قررت ان انا عاوزت خلح حقوق بالفعل دخلت حقوق لقيت الموضوع فيه صعوبات كتير جدا قررت ان انا ادرس الحاجة اللي بحبها ولو ما قررت ادرس الحاجة اللي بحبها فعلا كنت حسس ان قدر الامكان كلية اللي فيقول للناس بتصورها ان هي بشكل بشعه او كده لا هي مش بالبشعه دي طو بالعكس اشتغلت وتعلمت كويس قدر الامكان وعندنا اسادزة في كل جماعات مصر من اعلام القانون في الوطن العربي كله مفيش خلاف عليهم والمقرارات بتاعتهم مقرارات محترمة جدا ومناهج محترمة جدا اللي هيركز في المحاضرة واللي هيركز مع الدكتور في كتابه هيتعلم قانون بالفعل هيتعلم قانون وهيبقى رجل قانون نصيحة اخيرة عاوز اختم بها حلقتي لو انا بالنسبة لي ايه اللي انا استفدته او ايه اللي انا جربته اي حاجة في الدنيا فيها جانب ايجابي وجانب سلبي بمعنى لو انا دخلت كلية حقوق قلت للناس يا جماعنا عاوز ابقى مستشار هتلاقي ان الناس اللي حواليك مقسومة نصين في واحد بيقول لك لا ده حلم وده وسطة وما فيش حاجة ما بتمشي من غير وسطة ويقفلك الدنيا وبيدفعك لحاجة وحيدة ايه هي ان حضاك تنام في بيتك ما تعملش اي حاجة لا تنزل تروح محاضراتك ولا تنزل تقرأ كتابك ولا تعمل اي حاجة ودي الازمة ودي المشكلة لانه ودك لطريق نتيجة المحتمة او نتيجة الحتمية هو انك مش هتوصل لأي حاجة انت لا هتبقى مستشار ولا هتبقى اي حاجة انت هتبقى عجز على انك تكون ناجح في اي شيء اساس خلينا نحط البديل خلينا نحط البديل ان في حد حاول يكون بيديك طاقة ايجابية وبيقولك حاول واكتهد وذاكر واتعلم ذاكر واتعلم حتى لو انت اللي مش هتوصله او ما وصلتش للي انت عاوزه انك تبقى مستشار او في هيئة قضائية فاكيد في المجالات اللي انا اتكلمت عنها في الحلقة اكيد ممكن تبقى في حاجة تحت منها شوية ممكن تبقى محامي مشهور ممكن تبقى استاذ جامعة ممكن تبقى شغال في الصفارة تمام يا دكتور تمام انا اتشرفت بحضرتك جدا النهاردة ويا رب ينكون جاوبنا على اسئلة كتيرة بتدور في ذهن كل الطاقة يا رب يا رب اتمنى لكم توفيضا تقبلوا تحياتي يا جمال الى اللقاء